هل تبدد التفاؤل الذي أعلنه نجيب ميقاطي من بعبد أمس؟ ظاهر الأمور يوحي بذلك أقله حتى الآن لكن الاتصالات مستمرة على أكثر من صعيد لعل وعسى وفي هذا الصياق وفي وقت دعت مصادر رئيس الحكومة إلى انتظار اليومين المقبلين وضعة الأمور في عهدة الرئيس نبيه بري كشفت مصادر الثناء الشيعي عبر الوتي في أن مجلس الوزراء لن ينعقد قريبا فالأسباب التي حالت دون ذلك حتى الآن لا تزال هي هي ولا شيء تغير وبالتالي لا بوادر خير حكومية ورأت المصادر عينها أن ميقاطي أراد بعد موافقة رئيس الجمهورية على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب أن يمرر جلسة حكومية بالتوازي لكن الأمر معقد أكثر مما يتصوره البعض ختمت المصادر مع الإشارة إلى أن الرئيس العماد ميشيل عون وقع هذا المساء مرسوم الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب من عشر كانون الثاني الجاري إلى 21 أذار المقبل ضمنا وفي موازات تبدد تفاؤل ميقاطي تفاؤل من نوع آخر تبدد في الساعات الأخيرة لكن ليس بفعل السياسة بل بفضل الأرقام فرئيس القوات اللبنانية الذي حسم بتفاؤله أمس نتائج الانتخابات النيابية لمصلحة القوات قبل حصولها مصنفا حزبه بالأول مسيحيا منذ الآن أعاد بكلامه هذا إلى ذاكرة اللبنانيين كل توقعاته الانتخابية التي خابت عشية كل الاستحقاقات النيابية السابقة منذ عام 2005 حيث أتت كل أرقامها تقريبا في الاتجاه المعاكس وردا على موقف جعجع أعلقت أوصات سياسية عبر الوتيفي بالقول إذا قرر الشعب أن تكون القوات هي الأولى فليكن ولا اعتراض على حكم الشعب أما أن يصطبق رئيس حزب ما نتائج الانتخابات بتصريح فهذا أمر لا يمكن وضعه خارج سياق الدعاية الانتخابية لا أكثر ولا أقل غير أن الأوساط المذكورة تابعت لتسأل ما هو المعيار الذي اعتمده جعجع ليحسم النتائج هل هو حجم قتلته الحالية أم حجم الأصوات التفضيلية التي نالها مرشحوه في الانتخابات السابقة في الحالتين النتيجة ليست لمصلحته فكيف إذا حذف أيضا تمثيل كل قوى الثورة والتغيير في البلاد واختزل المجتمع المدني بهذا الشكل وفي النهاية جعجع كالهم الانتخابات خلصت المصادر أما هم الناس ففي حقوقها الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي ساهمت القوات بوزرائها ونوابها بالتفريط بها منذ عام 2005 على الأقل حتى لا نعود إلى مرحلتي الحرب والطائف بما لهما وما عليهما يبقى أخيرا تبدد التفاؤل بالسيطرة السريعة على كورونا فرقم الإصابات تجاوز اليوم السبعة ألاف وسط أوضاع صعبة جدا يمر بها القطاع الطبي على كل المستويات غير أن البداية من أرقام جعجع ترجمة نانسي قنقر